موسيقى علقت الكاتبة إنجي علي زوجة الممثل يوسف الشريف على تصرحاته التي أصارت الجدل حول رفضي تقديم المشاهد الجريئة كتبت إنجي عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك في أخبار كتير مغلوطة عن يوسف متدولة من حواره مع الإعلامي رامي ردوان الحوار دورت زعف برنامجه مسادي ميسي بس متحرفة متحرفة بزيادة شوية يوسف يتكلم عن المشاهد الساخنة وقالت كمان إنجي علاء أعرف كتير فنانين مش بيحب يعملوها إيه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع؟ الصراحة الموضوع أوفر قوي هو ما جابش سيرة ملامسة النساء والحوار موجودة على صفحة القناة ياريت يكون في تحري للدقة عند تخطيط الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس ما دامت مش بتضر أي حد وشكراً لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت فعلاً إلدار من ناحية أخرى بقى يستمر الشعر الغنائي أمير طعيمة في دفاع عن الفنان يوسف الشريف وذلك بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها بسبب تصرحاته حول رفض المشاهد الساخنة انتقد أمير الهجوم المستمر من الدكتور خالد منتصر على يوسف الشريف لا سيما بعد ما قاله الأخير المنشور في أحد الجرائد المعروفة اسكتب أمير عبر تويتر معظم الهوجة المعمولة دي على الفنان المتميز يوسف بسبب جملة عدم التلامس اللي هو أصلاً ما قالهاش بعض الناس بينقلوا من بعض دون تحقق وهم أصلاً ما شافوش الفيديو بس لما صحفي يعمل حمل تجوم على معلومة خاطئة دي بتكون غريبة شوية تحذير المقال المرفق ده متقيل جداً هنشوف بقى يوسف أصلاً قال إيه كان يوسف الشريف قد صرح في برنامج مساديم سي قائلاً في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة زيادة عن أي حد تاني دي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود دي حقيقة بقى لها عشر سنين أو أكتر ده من بعد فيلم هي فوضى بدأت أفكر بالطريقة دي دي حرية شخصية طالما ما بدرش أي حد أنا ما بستريحش لو بقى في مشاهد ساخنة أو فيها خبلات دي قاعدة أنا بطبعها على نفسي بس لأن قبل كده كان فيه منتجين اتفاقات معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم وتابع كلامه وقال أنا لا أزيد على زملائي أو أن أنا بحس أن أنا أحسن منهم بالعكس كلهم يوم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمال محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة بس عشان الكلام يتفهمش غلط أن أنا بزيد عليهم أو بقول أني أحسن منهم خالص الحقيقة ده كان حوار الفنان يوسف الشريف اللي عمل دجة دجة بدون داعي الحقيقة مش عارفة ليه أنا نفسي علّة وأقول رأيي الشخصي الحقيقة أنا رأيي الشخصي أن يوسف مغلطش أبدا هو ما عملش حاجة غلط بالعكس لازم نشجعه على موقفه المحترم جدا دو لأنه ما عملش حاجة تغضب ربنا بالعكس ربنا أمرنا كلنا رجال ونساء بغض البصر مش بس كده كمان عدم الاقتراب للفواحش ما ظهر من هوا ما بطن فما بالكم بالمشاهد الجارية اللي بيحدث فيها ملمسة الرجل للمرأة أو العكس هو ما عملش حاجة غلط بالعكس هو عمل حاجة صح الصح المفروض كلنا أن نحن نشجعه عليها مش يتعرض للانتقاد وللهجوم بصراحة قمت الفنان عالية جدا جدا عند جمهوره بعد الموضوع دو لأنه فنان صاحب مبدأ نتمنى للفنان يسوفي شريف مزيد من العطاء وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا انتظروني إن شاء الله في فيديو آخر من قناتي ياسمنت اليوتيوب أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وللناس اللي أول مرة اشترفني في القناة ما تنسوش فعالوا زر الاشتراك وكمان الجرس علشان يوصلكم أي خبر جديد من قناتي اشتركوا في القناة